موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار نتحدث في هذه الحلقة عن واقع المسلمين في الهند وأبرز التحديات التي تواجههم في حوار مع رئيس الجامعة الإسلامية في ولاية كيرلا الدكتور عبد السلام أحمد الدكتور عبد السلام أحمد أيضا كان مديرا عاما لقناة ميديا ون في ولاية كيرلا كما هو أيضا عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية دكتور عبد السلام نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار ونحن سعداء فعلا أن نسمع عن واقع المسلمين في الهند هذه الدولة الكبرى هذه الدولة التي البعض بدأ يعتبر بأنها في الطريق لأن تصبح واحدة من القوى العظمى في العالم عدد المسلمين في الهند يعني كما قرأت مئتا مليون يشكلون 15% كيف ينعكس هذا العدد في واقع المسلمين من نسيج الشعب الهندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين بالنسبة للمسلمين في الهند مثل ما ذكرتم نسبتهم 15% أو 20% وعددهم 200 مليون وهم يعتبرون ثاني أكبر تجمع إسلامي في العالم بعد إندونيسيا فالحمد لله أولاعهم أولاع المسلمين في الهند عموما جيدة لكن هم يواجهون بعض المشاكل في المستمع الهندي هذه المشاكل سأتحدث عنها أنت قلت بشكل عام أوضاعهم جيدة يعني نريد أن نفصل يعني ما الذي تقصد بالأوضاع الجيدة إذا بدأنا الحديث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يعني هل المسلمون في الهند وضعهم الاجتماعي والاقتصادي مماثل لوضع غير المسلمين لا بالنسبة للأوضاع الاجتماعي والاقتصادي ليس مماثل لكن أنا أقول بالنسبة لسؤالكم الأول فالمسلمون أولاعهم جيد من الناهية الدينية مثلا هم يحافظون على هويتهم الإسلامية يؤسسون المدارس والجامعات الإسلامية ويختمون بتدريس المواد الشرعية ومثل هذه الأمور يعني فهم متمسكون بالمبادئ الدينية من هذه الناهية يعني أولاعهم جيدة ولكن من النواهي الأخرى مثلا يعني أولاع المسلمين في المستمع الهندي بشكل عام فهم للأسف الشديد يعني متخلفون في الناهية الاقتصادية وكذلك في التعليم والأولاع الاستماعية ومثل هذه الأمور يعني مثل التعليم على سبيل المثال كم نسبة الأمية بين المسلمين وما هي نسبة الأمية بين غير المسلمين هذه هي المشكلة في بعض البلايات مثلا عندنا في كيرلا الحمد لله أولاع المسلمين جيدة جدا لأن بلاية كيرلا نجحت في محب الأمية 100% فلا يوجد أي مسلم في كيرلا أمي حتى نعرف الناس كيرلا هي ولاية في جنوب الهند جنوب الهند كم عدد سكانها؟ عدد سكانها 30 مليون بلاية صغيرة بلاية كيرلا 30 مليون عدد ضخم بالنسبة لنا في أوروبا ولكن لكم عدد قليل مقارنة بعدد سكان الهند الذي يفوق المليار مليار نعم بهذا السبب يعني عدد قليل نسبيا يعني عددهم قليل ولكن ولاية كيرلا يعني من الناهية الثقافية والاستماعية والاقتصادية أولاية المسلمين جيدة جدا ولكن عدد المسلمين في كيرلا 8 ملايين فقط من 200 مليون 8 ملايين فقط في كيرلا من 200 مليون مسلم في الهند وعدد السكان يعني عدد المسلمين أكبر العدد يعني في شمال الهند فهناك والله أهم يعني ليست جيدة عدد المسلمين أيها بالنسبة للتعليم كم نسبة للمسلمين نعم 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 فبالنسبة لي يعني في ناهية التعليم الأمية في المسلمين 55% 55% من المسلمين أميون وبالنسبة للبنات يعني ف65% تقريبا 65% من النساء المسلمات يعني أميات لا يستطيعنا أن يقرأنا ولا يكتبنا أرقام صادمة نعم إذا قرنناها مع غير المسلمين غير المسلمين وثلا يعني نسبة الأمية فيهم 25% أو 20% أما المسلمين يعني الأمية نسبة الأمية كبيرة جدا إذا سألتك عن المشاركة السياسية في يعني إذا انطلقنا من كيرلا وبعدها إلى الهند عموما كيف تصف المشاركة السياسية للمسلمين في الهند مشاركة سياسية للأسف الشديد يعني مثلا أصوات المسلمين في الهند في الحقيقة بإمكان المسلمين أن يؤثروا على حوالي 100 دوائر الانتخابات يمكن لهم أن يؤثروا على هذه الدوائر يعني صوت مؤثر صوت مؤثر يمكن للمسلمين أن يؤثروا على هذه الدوائر ولكن عدد المسلمين على البرلمان للمسلمين أقل من 30 أقل من 30 نائب في البرلمان من أصل 500 أكثر من 500 أقل من 30 فهذا يدل على أن أصوات المسلمين مشتتة فالأصوات أصواتهم توزع بين الأحزاب السياسية لأن ليس هناك قرار موحد من قبل المسلمين وليس هناك تنسيق بهذا السبب يعني الأحزاب السياسية هم يفرقون أصوات المسلمين يعني إذا حسبت النسبة والتناسب لـ 500 من أصل الـ 15% من السكان كان يجب أن يكون عدد النواب المسلمين تقديراً هكذا 75 نائب على سبيل المثال 75 على الأقل يعني 100 على الأقل نعم 75 أو إلى 100 نائب ولكن التركيبة السياسية في الهند هل هي نحن افترضنا أن التركيب السياسي هو ديني ولكن هل تقسيم الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان في الهند هو تقسيم ديني يعني بين مسلمين وغير مسلمين ليس هناك رسمياً ليس هناك تقسيم ديني لأن كل الأحزاب حسب الدستور الهندي لا بد أن يكون هزباً إلمانياً لا يجوز أن يشكل أو يؤسس هزب سياسي على أساس ديني فكل الأحزاب يعني إلمانية من الناهية الدستورية أما بالنسبة في الواقع للأحزاب يعني لكل الأحزاب يعني توجهات حتى سياسية ودينية مثلاً الهزب الحاكم حالياً الهزب الهندوسي المتطرف PGP PGP باردية جندا بارتي هزب الهندوسي المتطرف هم وصلوا إلى الحكم في الانتخابات الأخيرة وهناك هزب المؤتمر الوطني حزب غاندي إنرا غاندي وراجيب غاندي فعموماً المسلمون يعني أكثر المسلمين يؤيدون الهزب المؤتمر الوطني وهل لهم تأثير يعني هل لهم صوت مسموع في حزب المؤتمر الوطني هزب المؤتمر الوطني لهم تأثير ولكن ليس تأثير قوي لأن حتى هزب المؤتمر الوطني هم يختمون بوجود الهندوس في الهزب هل هناك دليل على ذلك أنه الأحزاب رغم أنه أحزاب علمانية أحزاب كبيرة PGP وحزب المؤتمر وأحزاب عريقة وتقول بأنها تمثل كل أبناء الهند بغض النظر عن الدين لكن عندما تقول بأن ترعى مصالح الهندوس فقط هل هناك أمثلة تؤكد هذا الكلام ترعى مصالح الهندوس لأن مثل ما تعرفوا نعرف الأحزاب السياسية يهمهم الأسوات فالأغلبية 80% هناك 75% من الهندوس و 5% من المسيحيين و 20% من المسلمين فالأحزاب السياسية من التبيعي أن تذهب إلى الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر فيختمون بالقلايا مثلاً قلايا الهندوسية أكثر مما يختمون بقلايا الإسلامية والمسلمين الآن بالنسبة للمسلمين عموماً هل هناك نظرة سلبية بالنسبة للمجتمع الهندي عموماً لأنه نحن نتابع بعض الهجمات من قبل جماعات هندوسية متطرفة ضد المسلمين حتى نعرف الحقيقة منك المواطن الهندي العادي الهندوسي نعرف بأنه عايش المسلمين مئات السنوات ولم يحصل هناك صدام بين هؤلاء كيف الواقع هو الآن هل هناك صدام هل هناك صراح حضاري بين المسلمين وغير المسلمين في الهند عموماً حتى الهندوسيون هم متسامحون جداً يتعاملون مع المسلمين ولديهم تسامح ديني وليست لديهم أي مشكلة مع المسلمين هذا الهندوسي العادي العادي حتى يعني 90% من المسلمين والهندوس يعني متسامحون لكن المشكلة الأحزاب السياسية هم يثيرون المشاكل بين الهندوس والمسلمين وهم يريدون أن يفرقوا بين المسلمين والهندوس يعني هذه الجماعات التي قامت بهجمات على مساجد ماذا يمثلون؟ هل يمثلون أغلبية في الهندوس؟ هل يمثلون أبداً هم لا يمثلون الأغلبية في الهندوس لأن أكثر الهندوسيين إلمانيين حتى في الهزب الإلماني المؤتمر الوطني أكثر العلا من الهندوس واليساريين والهزب الشيوعي مثلا هم عندنا في كارلا الهزب الحاكم أكثر العلا في الهزب الشيوعي من الهندوس ليسوا متعسبين لكن المشكلة بعدما تأسس الهزب الهندوسي بي جي بي باردية جندة بارتي هم استغلوا الفرص مثلا يعني قلية مسجد بابري هم أثاروا القلية وكان هناك يقولون يعني كان هناك معبد وبني المسجد على المعبد بعد هدم المعبد مثلا هذه المشاكل هم يثيرون حتى يعني نجحوا في إثارة هذه القلية كان ذلك يعني قبيل الانتخابات فالآن بدأوا حتى الآن هذه المشكلة لم تحل إلى الآن يعني يريدون أفهم منك توظيفها لأغراض سياسي سياسي أغراض سياسي الآن بدأوا أن يثيروا قلية مسجد بابري مرة أخرى مرة أخرى يعني تم هدم المسجد بابري ولكن إلى الآن لم يتم بناء المعبد الهندوسي والسبب هم يعني في الحقيقة لا يريدون بناء المعبد لأن دائما أن تكون القلية حية حتى يبيعوها يعني يبيعوها يشتركوا الموسم انتخاب الآن الهجمة التي تواجه الإسلام ما يسمى بالإسلام السياسي أو الإسلام الذي لديه وجهة نظر في السياسة في حكم الناس يواجه هجمة هنا أنت تعلم هناك هجمة من بعض الدول ضد الإخوان المسلمين وضد الإسلام المعتدل عموما ليس فقط الإخوان المسلمين كيف هو الواقع عندكم؟ معروف أن الجماعة الإسلامية هي أيضا تمثل الإسلام المعتدل في القارة الهندية وهي عريقة في التأسيس وربما لها السبق حتى في العمل السياسي والتنظير للعمل السياسي الإسلامي عموما المسلمون في الهند لديهم وعي سياسي منذ البداية حتى في أيام الاستعمار البريطاني كان لديهم وعي سياسي وشاركوا في الجهود للاستقلال فحتى الآن بالنسبة للسياسة الإسلامية المسلمون لديهم وعي بسياسة الإسلامية فبهذا السبب بالنسبة للمسلمين عموما في الهند هم ليس لديهم أي مشاكل ما يسمون بالإسلام السياسي مثلا الجماعة الإسلامية ليست جماعة كبيرة في الهند لكن حتى هناك من المتصوفة السوفيين من البريلويين وكذلك جميع العلماء وكذلك المؤسسات ندوة العلماء والجماعة الإسلامية ماذا تمثل الجماعة الإسلامية بالنسبة لعدد المسلمين من تقديرا هكذا عددهم يعني الجماعة الإسلامية لا أقصد الأعضاء طبعا المتصوفين لا أقصد الذين يؤمنون بفكرة الجماعة الإسلامية لا والجماعة الإسلامية تحتل المرتبة الثالثة يعني أكثر الناس أعتقد من البريلويين من المتصوفة عندهم نوع من البداء والخرافات والجماعة الأخرى وأنا أعتقد الجماعة الإسلامية يعني تحتل المرتبة الثالثة كيف هي العلاقة بين الجماعة الإسلامية والأحزاب السياسية الموجودة في الهند؟ العلاقة بين الجماعة الإسلامية والأحزاب السياسية علاقة جيدة لأن كل الأحزاب حتى هزب الهندوسي يقبل التعامل مع الجماعة الإسلامية فهتى هم يعتبرون الجماعة الإسلامية جماعة معتدلة فهم يعارضون ويختلفون مع المبادئ وبعض الأسس الإسلامية للجماعة الإسلامية ولكن كجماعة وكفأ أفراد يعني هم يتعاملون مع العضاء الجماعة الإسلامية ويعتبرون الجماعة جماعة معتدلة هل تطور فكر الجماعة الإسلامية؟ كما تطور أيضا هنا الفكر الإسلام المعتدل عموما من أفكار أبو العالم مودود والحديث عن خلافة هل تطور الفكر الإسلام السياسي وفكر الجماعة الإسلامية؟ تطورت الأفكار كثيرا فقد تأسس هزب سياسي تحت إشراف الجماعة الإسلامية قبل سنتين فهذا يدل على تطوير أفكار الجماعة الإسلامية فهذا الهزب ليس هزب ديني ولا يجوز أن يؤسس هزب ديني في الهند مثل ما قلت فهذا الهزب أسس على أساس الديمقراطية والعلمانية ما اسمه؟ اسمه بيلفير بارتي حزب الرفاع حزب الرفاع هل هو حزب فقط في كيرلا؟ لا لا لعموم الهند لكن الهزب جديد وبدأ أن يعمل الهزب والهزب حسن بعض المقائد في البلديات ولكن ما وصل لما ينجح عن مستوى الوطني هل حزب الرفاع يمكن أن يشابه مثلا تجربة أحزاب إسلامية هنا في المشرق مثل حركة النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة التي تقول بأنها أحزاب مدنية ولكن لديها خلفية إسلامية؟ أيها نفس الشيء نحن استفدنا أو نستفيد من التجربة من التجارب السياسية للحركات الإسلامية في العالم العربي استفدنا من تجاربهم وشكلنا الهزب على هذه الأسس بخلفية إسلامية ولكن هزب وطني هزب سياسي خالص يعني يمكن للهندوسي الذي لا دين له يمكن أن يدخل في حزب الرفاع حتى من المسهولين للهزب من البداية مثلا الرئيس مسلم ولكن نائب الرئيس من الهندوسي ولا من العام من المسيحي هذا الذي نريد أن يضم الهزب جميع الفئات ما هي رسالة الحزب؟ وما الخلفية الإسلامية التي ينطلق منها؟ رسالة الهزب يعني الدولة المدنية مثل ما يشير الاسم يعني بالرفاهية دولة للجميع بغض النظر عن دينهم لك تجربة أيضا في الأكاديمية في التعليم الجامعة الإسلامية حدثني عن الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية؟ الجامعة الإسلامية جامعة عريقة جدا تأسست في خمسينيات في 1955 كانت كلية ولكن قبل 18 سنة في 2000 عام 2000 ارتفعت إلى مستوى الجامعة والآن أصبحت جامعة إسلامية متكاملة وتدرس فيها المواد الشرعية أسل الدين والشريعة الدراسات القرآنية والحديث الشريف ومقارنة الأديان والاقتصاد الإسلامي ومثل هذه المواد وبالإضافة إلى كليات العلوم والآداب وتبعا مثلما تعلمون الكليات والعلوم والآداب معترفة لدى الجامعات الحكومية ولدى الحكومة أما الجوانب الشرعية الحكومة الإلمانية لا تعترف بها إذن ما الذي يحصل الطالب إذا كان العلم الذي درسه غير معترف به؟ غير معترف به العلوم الشرعية مثلا هو يتخصص بالعلوم الشرعية بالإضافة إلى ذلك هو يدرس المواد العامة يعني الإنسانيات مثلا والمواد الأخرى ويحلر الامتحانات الجامعات الحكومية في نفس الوقت فتكون عنده شهادة تاني لك أيضا تجربة في الإعلام كنت مديرا سابقا لقناة ميديا ما الرسالة التي كانت تريد القناة أن تمثل في ضوء الإعلام الهندي نحن نعلم بأن الهند ربما تعتبر العاصمة الثانية للإعلام بعد هوليوود نعم فماذا كانت رسالة قناة ميديا؟ نعم هذه من الإنجازات الكبيرة للجماعة الإسلامية في الهند لأن ليس هناك أي دور للمسلمين في العلام ليست هناك جريدة يومية ولا قناة فضائية فنحن قبل 25 سنة تقريبا نحن بدأنا أن نفكر في تأسيس جريدة يومية جريدة ليست جريدة إسلامية جريدة عامة فالحمد لله نجحنا في تلك التجربة وأسسنا الجريدة اليومية في ثمانينيات ما اسمها؟ اسمها مادمم الوسيلة بمعنى الوسيلة فهذه جريدة عامة حتى لا تنشر الأخبار الجماعة أو حتى أخبار المسلمين أو حتى قلايا المسلمين إلا ما تستهقها فهكذا يعني فبهذا السبب تعتبر جريدة مستقلة كل الناس يعرفون الإشراف على هذه الجريدة من قبل الجماعة الإسلامية ولكن 40 أو 35% من قراء الجريدة غير المسلمين لأن الجريدة الحمد لله نجحت بالتزام كسب ثقة الناس ثقة الناس هل الأمر انسحب على القناة أيضا؟ أيها القناة والجريدة تؤثر على القرارات السياسية في كارلا مثلا لأن جريدة لها القبول في أوساط المسلمين وغير المسلمين وقبل خمس سنوات نحن أسسنا القناة الفضائية باسم قناة ميديا ون فهذه الجريدة تحتل المرتبة الثالثة في كارلا هناك حوالي 20 جريدة يومية وعمرها بعض منها مثلا الجريدة رقم واحد عمرها أكثر من مئة سنة فثانية أيضا يعني أكثر من مئة سنة هذا إنجاز كبير إنجاز كبير الحمد لله والقناة أيضا هناك أكثر من 20 قناة في كارلا فقناتنا ميديا ون خلال سنتين وصلت إلى المرتبة الرابعة في كارلا ما الذي تطمحون سواء في العمل الإعلامي أو العمل الإسلامي والعمل السياسي بالنسبة للمسلمين؟ بالنسبة للإعلام الإعلام مهم جدا فنحن دائما نتحدث الآن عن تأسيس جريدة يومية لعموم الهند مثلا في اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الأردية واللغة الهندية اللغة الهندية هي اللغة الرسمية للبلد فاللغة الأردية تعتبر لغة المسلمين في الهند ولكن الجرائد الأردية تشرف تأسست تحت إشراف غير المسلمين حتى الهزب الهندوسي بي جيبي هم يشرفون على بعض الجرائد الأردية التي يقرؤها المسلمون فنحن دائما نقول لابد أن نؤسس جريدة يومية في اللغة الإنجليزية واللغة الهندية وهذا هو التحدي الإعلامي الأكبر ماذا عن التحدي السياسي الأكبر؟ التحدي السياسي نحن نريد في الانتخابات القادمة في السنة القادمة فيعتبر المسلمون وغير المسلمين الهزب الحاكم الحالي الهزب الهندوسي يعني خطر كبير على العلمانية والدستور الهندي بهذا السبب يعني كل العلمانيين من المسلمين وغير المسلمين كلهم يريدوا أن ينجح هزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة وكذلك أن يكون له دور وليس دور كبير لا نتوقع ولكن أن يكون له بصمة مهمة في الانتخابات القادمة إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عبد السلام أحمد رئيس الجامعة الإسلامية وعضو مجلس شورى الجامعة الإسلامية في الهند جزاكم الله خيراً كما أشكركم أعزائي المشاهدين ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة